يا تسوا العافية جميعا إن شاء الله اليوم حنبلش بشرح concept 2 من chapter 12 concept 2 عنوانه the mitotic phase alternates with the interface in cell cycle في عندي اشي بسميه cell cycle اللي هو دورة حياة الخلية السلساكل بتتكون من two phases اللي هم الميتوتك فيز والانترفيز اوكي اذا عندي سلساكل بتتكون من mitotic phase وانترفيز هذول ال two phases بعملوا فيه بيناتهم علاقة alternation يعني علاقة تناوبية يعني كيف الخلية بتبلش بايش بانترفيز من الانترفيز حتروح على mitotic phase من الميتوتك فيز بصلها mitosis حتعطيني daughter cell اللي هتنتج من هون ترجع ممكن انها ترجع للانترفيز من الانترفيز تروح على الميتوتك فيز وهكذا فدائما العلاقة بيناتهم علاقة تناوبية يعني واحدة بتتبع الثاني واحدة بتتبع الثاني هيك زي يعني كانهم بتبادل شفتات هنا بحكيلي في عندي عالم الماني اسمه والذر فلمينك هذا العالم شو بحكيلي developed a dose to observe chromosome during the mitosis and cytokines يعني هذا العالم طور صبغة او طور السين الهدف منها اني اقدر اعمل observation الكروموسوم او اقدر الاحظ الكروموسوم during the mitosis and cytokines يعني كأنه بحكي بطريقة اخرى انه انا لولا هاي الصبغة اللي اكتشفها هذا العالم ولولا جهوده باكتشاف هاي الصبغة ما كنت رح الاحظ لا شكل الكروموسوم لا حركة الكروموسوم during the mitosis and cytokines في يعني ايله الفضل كمان تشغلي هاي النقطة during the period between the one cell division and the next في عندي many critical events اكيورو احنا هون جايين نتعرف على هاي ال events طيب نسمي بسم الله ونيجي على هاي الصورة اللي بتعبرلي عن مبدأ او يعني بترجم جملة صورة بألف كلمة هاي الصورة فعليا هتكون تلخيص لأربع سلادات او خمسة خلينا نشوفهم هون بحكيلي عن السل ساكل السل ساكل بتتكون من كم شغلة من شغلتين الانترفيز والميتوتك فيز او الامفز اذا خلينا نجي هون نلخصهم بطريقة نقوم باخرى عندي اشي بسميه السل ساكل السل ساكل عبارة عن كم فيز عبارة عن تو فيز اللي هم الانترفيز و ال اذا السل ساكل عندي عبارة عن كم فيز عبارة عن تو فيز اللي هم الانترفيز وعندي الميتوتك فيز بالنسبة لأش بالنسبة لأ الانترفيز الانترفيز بيتكون كمان من الـ FS اللي هم G1 S phase و G2 phase اما الميتوتك فيز عبارة عن تو ساكل اللي هم الميتوس والساكل الميتوس وآش والساكل طيب نتجعها هاي رسمة بحكي لي إن هون عندي هاي الانترفيز وهاي الانفايز أو الماتو تكفيز لو بنلاحظ فعليا فالانترفيز بتشكل كل هاي النسبة من مين من السلساكل فمنطقيا مين إلو النسبة الأكبر من السلساكل هي إيش هي الانترفيز والعلماء قدروها بنسبة 90% من السلساكل هي عبارة عن سوري مش هون 90% من السلساكل هي عبارة عن انترفيز إذن 90% من السلساكل هي عبارة عن ما تبقى العشرة بالمية المتبقية هي عبارة عن الميتوتيك فيز طيب شو هي الانترفيز حكينا انترفيز تفقنا من ايام الانتروداكشن او من لما ما حكينا الانتروداكشن هي عملية الانقسام هيكون بالميتوتيك فيز هاي يعني عشان ان شاء الله تكون صارت واضحة عند لكم ايش كمان بدي ركز على نقطة انه هون الجي فيز هي اختصار لايش بسميه الجاب فيز الاس فيز اختصار لا synthesis والجي تو اختصار برضو لجاب فيز طيب ليش جاب فيز ليش synthesis فيز نحنشوف يعني فقرة صغيرة من الكتاب حتى نقدر نستوعب هات الموضوع بحكيلي هون عندي الجي فيز وير miss named as الجاب when they were first observed because the cell appeared inactive يعني العلماء اول ما اكتشفوا الجي فيز سموه الجاب فيز اول ما اكتشفوا هذا الفيز سموه miss named يعني هي تسمي اخاطئة بجاب فيز لانه اول ما لاحظوا when they were first observed شافوا انه الخلية ظهرت او الخلية عندهم ظهرت كأنها inactive عشان هيك سموه الجاب فيز لانه الخلية كانت يعني كانت ظهرت لهم انها inactive but we now know that the intense metabolic activity and the growth occur throughout the interface لكن بحكيلي فعليا احنا عارفين انه during the interface بما راح له الثلاث بالسبب فيز له الثلاث اللي هما الجي one الجي one والاس والجي two شلي بصير فيهم بصير فيهم ال intense metabolic activity اوكي و the growth of the cell تمام during all three phases of interface actually السلغرو الخلية بتلمو طيب كيف الخلية بتلمو عن طريق شغلتها by producing proteins and the cytoplasmic organs such as mitochondria and endoplasmic reticulum يعني بزيد انتاج الخلية للبروتينات اوكي لانه هاي البروتينات فعليا هي تستخدمها وتحتاجها بحالة الميتورتك فيز فبتزيد من البروتينات and the cytoplasmic organs طب ليش مثلا كان عندي خلية اوكي هاي الخلية فيها ميتوكندرية واحدة يعني اعتبروها بتشبه الميتوكندرية وفيها ايش فيها مثلا endoplasmic reticulum سنتين بغض المظر smooth ولا اوكي شلي بصير الخلية هاي صارت بالانترفيز دخلت مرحلة الانترفيز هتصير عبارة عن 4 endoplasmic reticulum و 2 mitocondria ليش تنتين لانه كل اشي بصير له تضاعف الcytoplasmic organelles يعني بتضاعف بزيد عددها لانها هتنقسم لخلية يعني هتنقسم لخليتين جداد اوكي طب الduplication والشغل الثاني غير السل اللي هي الduplication of chromosomes وحكيانا هاي اهم نقطة بتصير وين during الانترفيز بصرفي عندي مضاعفة للكروموسوم هي عبارة عن اللي هي اهم خطوة بالcell division او حتى اني اتأكد انه حيصرفي عندي cell division اللي هي الduplication of chromosome كيف يعني الduplication of chromosome بموضوع يعني بشكل جدا بسيط لو انا كنت احكي عن ايش لو كنت احكي عنه يومانسل يعني كم كروموسوم سوماتيك لانه الميتوسيز حكيانا اصلا ما بصير غير بالشو ما تكسل طيب عندي سو ما تكسل اوكي بدها تتعرض ل دخلت بالانترفيز تتعرض للميتوسيز لازم تمر اول شي بالانترفيز لما تمر بالانترفيز رح يصيروا هذول الكروموسومات عبارة عن 40 46 doublecated كروموسوم هنا كانوا 40 بالاول كانوا single كروموسوم وممكن يعني اعبر عنها هاي doublecated كروموسوم بطريقة اخرى على شكل اللي هي 90 92 sister كروموسوم ان شاء الله تكونوا فاهمين علينا انه هاي نوصط الحادة كما هقبل سواء كنت احكي عن الكونسبت الاول او حتى بال الintroduction فأتمنى انه تكون هذا الاشي مفهوم اوكي بحكيلي ذوس السل بحكيلي الخلية رح تنمو continuous to grow as it copies الكروموسوم اذا بحالة g phase بصير في عندي نمو للخلية يعني هون لو بدي اقسم شو اللي بصير بكل phase من الenter يعني الsub phases للinter phase السل اللي تقرأ بال g1 phase بتكمل continuous to grow as it copies its كروموسوم بصير في عندي copying الكروموسوم بالs phase وبحكيلي بال g2 phase شو بصير بالخلية بصير فيها ايش بصير بالخلية بصير فيها growing بتنمو الخلية وبتصير complete preparation خلص بتصير جاهزة تماما لا ايش للسل بتصير الخلية ايش مال ها جاهزة تماما لا الcell division تماما فنرجع هون على جسمتنا البسيطة ونقرأ شو كاتبيلي عن الفيزز هاي اللي بنحكي عنها بحكيلي عندي ال g1 phase عندي ال s phase وعندي ال g2 phase بال g1 phase شو بصير بصير الميتابوليك اكتبيتي and growth بال s phase ميتابوليك اكتبيتي growth واهم ايش ال dna synthesis اللي ما بصير غير بال s phase وال g2 phase بصير ميتابوليك اكتبيتي the growth and the preparation for the cell division يعني خلص هون مجرد ما وصلت الخلية وعدت ال g2 phase لازم تكون قادرة وجهزة تماما لل cell division واصلا لو بنلاحظ كمان هاي الخلية عندي اوكي هون كانت الميتابوليك 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 انقسام هاي ها هون الميتابوليك هي عبارة عن عملية توزيع وانقسام الكروموسومات بال two daughter نيوكلي هزا رح نفهم ليش حكا لنيوكلي على two daughter يعني نيوكلي بسميها ايش بسميها الميتابوليك اذا الميتابوليك هي انقسام الكروموسوم لكن السايتوكين هي انقسام السايتو بلازم حكا نحفظها من سايتو سايتو سايتوكين سايتو بلازم بروديوسين التوتو التوترسل اوكي طيب الميتابوليك اوكي الميتابوليك فعليا هزا رح نحكي عنده هو مكون من five sub phases واحد اثنان ثلاثة اربعة وخمسة اللي هي ايش بسميه البرو phase البرو ميتا phase الانا phase التيلو البرو phase البرو ميتا phase سوري هون في عندي الميتا لا ما هو برو phase قبل اوه ميتا phase الانا phase والتيلو phase والسايتو كين حكينا انه هي عمليا عن عملية انقسام السايتو بلازم اخر جملة حكيلي هون ايج دوتر سل كان ستارت نيو سلساكل يعني ممكن انه هاي الدوتر سل مش طلعت عندي هون ترجع وتصير parent سل وتدخل بالانتر فالان شاء الله تكون الامور واضحة خلينا نرجع نقرأ السلايد ونشوف اذا مثلا في اشي نسينا او في اشي غاب عن ذهن ونكمل هاي بحكيلي عن الفيز وف سل ساكل كم فيز من السل ساكل عندي الميتوتك فيز والانتر فيز بالنسبة للميتوتك فيز الميتوتك فيز هو عبارة عن two فيز حكينا الميتوس والسايتو كينز والميتوس بيطلع منه five سب فيز اللي هم البروفيز البروميتا فيز الميتافيز الانافيز والتينوفيز لكن الانتر اللي هي عملية عملية التحضير عملية تحضير الخلية للسل بتكون عبارة تتكون من three سب فيز اللي حكينا G1 S و G2 شو بيصير during these three سب فيز السل اللي بتنمو الخلية وال كوبين كروموس تمام طيب الانتر فيز هاي حكينا انو الانتر زي ما احنا ملاحظين بالرسمة بتشكل النسب الاكبر من السل ساكل والعلماء قدروها بنسبة 90% من السل ساكل بتكون بحالة الانتر فيز والانتر فيز عبارة عن three sub فيز ال G1 ال S فيز وال G2 ال G1 حكينا هي اختصار لل gap فيز او وفهمنا ليش ثمينا هال لانو حكينا تظهر كأنها ايش كأنها inactive وال S بصرفي عندي synthesis لل DNA واصلا ال DNA synthesis only occur in S phase بال inter phase تمام اما بالنسبة لل G2 بسمي second gap هنا حكينا انه بتخلص السل ال خلية تماما جاهزة لل subdivision بحكي لذي السل ال خلية بتنمو الخلية بهذه وهاي حكينا الدكاتري بحبوها كثير فانه تماما لها the chromosome are duplicate only during S phase يعني duplication of chromosome متى بصير فقط بصير بال S phase من inter phase هون بحكيلي عن mitotic phase المitotic phase حكينا هو عبارة عن phase الثاني من السل cycle وعبارة عن two sub phases بيتكون من two sub phases يعني نرجع لهاي الرسمة البسيطة زيادة عن النزوم انه هاي المitotic phase عبارة عن mitosis وعبارة عن cytokines هيا اول sub phase عندي المitosis وثاني sub phase اللي هو cytokines والmitosis برضه بيتكون من مجموعة من الف phases اللي هم البرو phase وعالترتيب البروم metafase المetafase الانافase والتيلophase اما cytokines cytokines هي حكا عملية انقسام cytoblasm ويحكي لي هاي الجملة انه ممكن يصير في overlapping overlaps the later stages of mitosis انه ممكن يصير يعمل overlapping يعني يداخل مع later stages of mitosis من للتيلophase ولكن ممكن انه شوي يصير في ال overlapping بال anapase تمام تمام الان حنبلش اللي هي الفيزز او الفيزز ل الميتوسز حكينا الميتوسز هو عبارة عن زي ما اتفقنا هون هو عبارة عن five sub faces البروفيز البروميتافيز الامتافيز الانافيز والتيلوفيز وبدنا نشوف شو اللي بصير بكل مرحلة نحن نستعين بالكتاب لانه بالسلايد يعني مش معطين اي ديتيلز عنهم بس مكتفين بالصور بحن نشوف الكتاب شو حاكي لي عنهم وفعليا احنا حتى نبلش اول اشي نبلش لي بال G2 وف انترفيز واحنا عارفين انتبئ انه هون بعدني انا بمرحلة الانترفيز ولكن هو بده يعني وصلني لتغيرات معينة هو حابب يعرض لي اياها بالانترفيز الج من من الانترفيز اللي هو اخر فيز بحات الانترفيز لو بنلاحظ شوي هون يعني لو ننتبه شوي على هاي الرسمة قبل ما نشوف شو الحكي مكتوب هاي الرسمة بتوضح لي انه اول شي نطلع على النوكليس حجم الخلي عادي معقول بالنسبة للنوكليس النوكليس في حواليها هذا اللي هو النوكلير موجود جميل طيب جو للنوكليس في عندي هاي الاشياء زي بنع كورونا حكي هي عبارة عن كرومتن اللي هي دبليكيتد ان كوندنس يعني بتكون درجة الكوندنس قليلة اذا عندي كروموسوم صار لهم طيب كيف عرفت انه صار لهم لانه احنا عارفين انه اصلا دبليكيتد كروموسوم مين بصير صار بالأس فيز اللي قبل الجيتو فيز اوكي وشكلها مخربط هاي كزي المع كورونا اذا هي عبارة عن كرومتن ممكن تحكي لك كرومتن او عن دبليكيتد كروموسوم يعني ما هي نفس الاشياء اوكي طيب وهنا في عندي نيوكليولوس النيوكليولوس بتكون جوة يعني لسه موجودة جوة لدرجة انه ما بشوفهم بوضوح تحت اللويت مايكروسكوب يعني لو نشوف هون هل انت قادر تميز اوكي هاي حدود الخلية لكن هل انت قادر تميز الDNA او الكروموسوم اللي دو فعليا مش قادر تميز هاي هي الصبغة اللي اخترحها العالم الالماني حتى دخلينا نشوف الكروموسوم بس انا هون مش قادر اشوف الكروموسوم لانهم هم انت انا مش قادر اميز هم اوكي طيب فيه هنا كمان شغلة بنلاحظها انه هذول الاثنين هم عبارة يعني انا بعرف الواحد منهم بشكل لي هاي بسمي سنترو سوم طيب ليش صار اثنين اوكي فعشان هيك يعني هم المفروض يكونوا واحد طيب كيف صار اثنين صار في عندي لهاي سنترو سوم وين دور الج طيب شو هي اصلا السنترو سوم هي عبارة عن منطقة اوكي بتكون موجودة حوالين يعني بتكون بعيدة شوي عن النوكرياس بالقرب هي قريبة من النوكرياس الا حد ما بتكون موجودة على فول معين الهدف منها انها بتعمل الميكرو توبيول واصلا رح نشوف انه سنترو سوم بسمي الميكرو توبيول ايش بسمي السنترو سوم بسمي الميكرو توبيول organizing center رح يصنع لي مايكرو توبيول هاي الميكرو توبيول رح رح استخدمها خلال الميكرو سيزب شو ها استخدمها كمان شو حل اذا يعني نرجع نشوف يعني نحكي نعيد ونكرر شو الاشياء اللي لاحظناها خلال جيت وفيز من الرسمة يعني انها مش حكين اشي مش موجود بالرسمة اول اشي حكينا اول ما اطلعنا اجت عنا عن نيوكلي النيوكلي النيوكلي موجود او والله لسه موجود النيوكلي والس موجودة او والله لسه موجودة اذا الشغلة الثانية حكينا انه انا قاعد بلاحظ في جوه او قاعد بلاحظ انه في جوه عندي كروموسوم لكن هاي الكروموسوم بيكونوا دبليكيت انكن يعني عشكل كروماتين دبليكيت لانه قريد صار لهم دبليكيشن بالأسفيس اوكي كمان البلازما موجود حكينا صار عندي تو او بير او سنتروسوم يعني بصرف عندي زوج من السنتروسوم هذا واحد وهذا واحد معناها صار عندي دبليكيشن للسنتروسوم طيب شو هي السنتروسوم اصلا سنتروسوم هي عبارة عن منطقة بتكون بالقرب من النواة هس رح نشوف تعريفها مسؤولة عن السنسس للماكرو توبيول عشان هيك بسمي سنتروسوم ماكرو توبيول او طيب ليش بدي اصنع الماكرو توبيول كمان شوية رح نشوف لاش اصنع الماكرو توبيول نشوف شو حكي لنا الكتاب عن G2 of interface اول شي بحكي لي G2 of interface شو اللي بصير حكي بعده موجود لساته موجود فبعده بيغلف بيعمل لنيوكليس اذا بعده شو ماله بيغلف بالنيوكليس ok يعني معنى اخر انه بده برضه يوصل لفكرة انه لسه لنيوكليول موجود ok ال2 centrosomes have formed by duplication اذا صار عندي duplication للcentrosome صار عندي ايش duplication of single centrosome فصار تكون عندي 2 centrosome الcentrosome شو هي الcentrosome حكينا هي عبارة عن region منطقة in animal cell that organize the macrotubule of the spindle الماكروتوبule او بسميها الماثوتك spindle هي فعليا تعطين الماكروتوبule للspindle وحنا نعرف هو الماثوتك spindle كمان شوي ok الماكروتوبule of spindle اللي هي هاي يعني بس خلي اوضحها هون شوي هاي هي الماكروتوبule of spindle هاي الماكروتوبule اللي هي باللون الذهبي او كمين المسؤول عن تصنيحها اللي هو elcentrosome هي طالعة من elcentrosome اوكي تمام اذا elcentrosome هو عبارة عن region in animal cell that organize the microtubules of the spindle حكي انا صار عندي duplication لهاي elcentrosome during g2 phase من الانترفيز each centrosome contain 2 centrosome هاي اصلا اتفقنا عليها من chapter 6 كل centrosome واحد هو عبارة عن 2 centrosome اوكي يعني انا لو اجيت حكيت مثلا سؤال لو اجيت حكيت عندي ايش عندي سؤال لو انا اجيت عليك بخلية g2 phase وطلبت كم عدد elcentrosome وكم عدد elcentrosome yon elcentrosome والله على فرض انو الخلية كان عندها centrosome واحد اوكي وخليني اسمي cs يعني اختصار centrosome والله منطقيا ما انو كان عندها واحد انا بعرف انو بالg2 phase بصر عندي duplication لل centrosome حيصر عندي 2 centrosomes لكن elcentrosome حكيانا كل واحد centrosome عنده 2 centrosome اذا كل 2 centrosome كم centrosome حيكون عنده 4 فهون حيكون 4 كم الكروموسomes duplicated you during s phase لانو حكيانا اصلا s phase قبل g2 phase وصار duplication بصر فيها duplication لل chromosome كانت بي seen individually because they have not yet condensed يعني انا معنى اخر لو جبت electron microscope وحكيت لك والله انا بدي اشوف بقدر او سألتك سؤال عندي electron microscope وجيت اشوف خلية بطور g2 phase منطقيا هل بقدر اشوف الكروموسomes والله لا ليش لانو بيكونوا صح duplicated ولكن هم uncondensed فما بتقدر تشوفهم بوضوح ما بتقدر تشوف كل individual كروموسوم لحاله طلعهم خربطين يعني انت مش قادر تتميز ملامح كل كروموسوم لحاله اوكي اه لانو طيب اوكي نيجي هون عندي اشي ايش بسمي الطور الثاني برضو نفس الفكرة نكمل على الصورة كل صورة بعد اننا نشوف الحكي اللي مكتوب عنها نحاول نلاحظ احنا لحنا الفروقات الفروقات حفظ يس حفظ لانو اصلا يعني لما دكاتر يجيبوا اوكي هيجيبوا انو والله شو اللي بصير مثلا بهذا الفيز ما بصير بهذا الفيز فلازم تكونوا مدركينهم وفهمينهم وحافظينهم اوكي انبلش انا والله هنا لو بلاحظ برضو لسه النيوكليار انفيولوب موجود اذا النيوكليار انفيولوب موجود في عندي نيوكليولاي لا والله النيوكليولاي مفقودة اذا في عندي نيوكليار انفيولوب يعني عندي نيوكليار انفيولوب موجود النيوكليولاي او لليوكليولاس والله إنها غائبة مش موجودة طيب الكروموسومز موجودين موجودين قادر أشوفهم صار عندي كندنسيشن يعني أنا هون لو جبت light microscope وإجيت أحاول أشوف الكروموسومز بقدر أشوفهم والله بقدر ليش لأنه صار لهم كندنسيشن إذا نشوف كندنسيشن للكروموسوم صاروا ما هم وصار لهم كندنسيشن فصرت أقدر أشوف كروماتيت بوضوح تذكير سريع إحنا حكينا لتأكى التأكيد الكروموسوم هيك بيكون مكونا من سستر كروماتيتز أو من تون سستر كروماتيتز فهي يحكيلي إن عندي تون سستر كروماتيتز أو من كروماتيتز لأنه إحنا حكينا أصلا التأكيد الكروماتيت MERIL تأكيد من تون سستر كروماتيتز حكينا قبل أوكي كمان لو بنلاحظ السنترسوم بلشوا يبتعدوا عن بعض ويعطوني المايرور ثقافيون فعلياً هون بس بدي اوضح نقطة يعني خلي اكتبها هون حسنا احنا حكينا شو وظيفة السنتروسوم الله على الخط ايش وظيفة السنتروسوم وظيفة السنتروسوم انه يجي يصنع المايكروتوبيول صح طيب المايكروتوبيول اللي بصنعها او خليني اعمله بطريقة ارتب شوية لانه الوضع سيء السنتروسوم شو بعمل بعمل لمين لا المايكروتوبيول طيب هاي المايكروتوبيول بتكون على شكلين يا اما عندي long مايكروتوبيول او عندي short مايكروتوبيول short مايكروتوبيول هتعطيني اشي بسميه كمان شوي الاسطر رح نحكي عنه والlong مايكروتوبيول ممكن يتكون الكينيتاكور تاكور مايكروتوبيول او او اذا عندي السنتروسوم هي عملية سنتروسوم للمايكروتوبيول المايكروتوبيول ممكن تكون long short اذا كنت بحكي عن short مايكروتوبيول فانا بحكي عن أستر كنت بحكي عن long مايكروتوبيول يا اما الكينيتاكور مايكروتوبيول او لن كينيتاكور مايكروتوبيول طيب ليش حقيت الحكي على هاسح لفهم نرجع هون لرسمتنا الجميلة هاي انا عندي السنتروسوم اعطاني هاي اللونغ لو بنلاحظ المايكروتوبيول وهون برضو اعطاني long وفيه هون الاستر اللي هو short يعني ممكن اعطاني لون الاحمر اللي هي هاي يعني الامتدادات البسيطة من المايكروتوبيول بسميها الاستر وبيكون فيها رادية الري يعني فيها نوع من انواع الاشعاع اوكي وهي عبارة عن سنتريول هذا سنتريول وهذا سنتريول يعني مختلف بس بنلاحظ انه السنتروسوم قاعدين ايش ببعدوا عن بعض ببعدوا عن بعض بتحركوا لأقطاب مختلفة اوكي خلينا نمج نشوف شو حكيلي عن البروفيز البروفيز هو الفيست فيز من الميتوسيز يعني بالاول هون انا كنت بعدين بحكي عن انترفيز هون انا بلشت احكي عن ميتوسيز اوكي نشوف شو حكيلي بسم الله نشوف ايش وحكيلي طيب يعني صار عندي كوندنسيشن وكويلين للكروماتين هون حكينا الكروماتين ما كان كان انكندنس كوندنسين انتو ديسكرت كروموسوم ابزير بالميكروسكوب يعني زي ما حكينا لو انا جبت ميكروسكوب وحكيت لك قادر تشوف للكروموسوم هون بتحكي اه والله ليش لانه صار في عندي كويل دينج وكوندنسينج بتكون عشكل ديسكرت كروموسوم فعليا هم دبليكيت يعني كل كروموسوم كل دبليكيت كروموسوم بصر يبين لحاله دبليكيت كروموسوم على شكل سنترومير حاول حيرتبطوا عن طريق سيرتبطوا عن طريق السنترومير هذا اللي شيحكي أنا قبل عشان هيك مش مش انه يعني ما جعت وضحته به هاي الطريقة لانه اريد احنا حكي قبل طيب هنا بدنا ادكز بدي اجيب صورة يعني هيات صورة هذا اللي هو السبندل او المغزل هذا عبارة عن ايش بسميه سبندل او اللي هو المغزل لو باللحظ فعليا شكله بشبه الشكل اللي احنا شايفينه يعني بشبه مين بشبه هذا الشكل حرفيا بشبه هاذ الشكل كيف او خليني احكي مش هذا الشكل يعني ما هو هيك هيكون بشبه هاذ الشكل كيف حنشوف اول اشي يعني لو انا طلبت منك اجزاء وبدأ تشبه لي بالاشي اللي حكينا عنه بالاول اللي هال سبندل هاذ هيكون ايش هاذ هيكون الاستر اللي هي الجزء الصغير الشورت مايكرو توبيول اوكي وهذا هيكون اللونج مايكرو توبيول اللي هو اتفقنا انه ايش بسمي ممكن يكون كان يتكور او نتكور خين نكمل عن وهاي المنطقة اللي هيك زي الدولاب هاي عبارة عن مين هاي عبارة عن السنتروسوم فعشان هيك سميت انه شكلها زي شكل نسبندل هاي الادا اسمها نسبندل الادا بيستخدموها لغزل الصوف اوكي لاني هاي الصورة من النت انا ما بارش كيف شكل اذا بس انه دوت عليها عن نت وتبت هاي الصورة اوكي انكمل بحكي عندي الميتوتك سبندل نيم دفرام اتس شاب يعني من شو بيتكون الميتوتك سبندل الميتوتك سبندل فعليا تكون من ثلاث اشياء it's composed from elcentrosome وال microtubules that extend from them الميتوتوبيول حكي انا كم نوع عندي نوعين عندي long وعندي short short سميته aster والlong ممكن يكون non canutacore او canutacore كمان شوية عايشة حزب كمان بناء عايشة حنشوفه كمان الميتوتوبيول اوكي the radial array of shorter microtubules that extend from elcentromere are called stars او asters اسمه هو astar فعليا لانه astar بالlatيني معناها star لانه شكلها زي شكل النجمة وفعليا لو تنتبه على شكلها حتى شكلها آه حرفيا زي شكل النجمة هيك انه ساطعة وفيها radial array يعني فيها نوع من انواق الشعاع تمام اوكي بحكيلي انه بتبلش حكيان elcentrosome بتبعد عن بعضها البعض الهدف منه ايش الهدف منه ايش انها تعمل استطالة للميكروتوبيول اللي هي طالعة منها وكتعمل للميكروتوبيول اتمنى انه تكون الامور لحد الان واضحة وما في اي مشاكل بخصوص الهي الاشياء اللي حكينا عنها اوكي نيجي على الشكل الثالث اوكي ما ستكون اشي عشان يكون الموضوع اللي هي المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من الميتوس بسميها بروميتافيز ايش بسمي هاي المرحلة بروميتافيز برضه بدنا نلاحظ بناء نعم لاحظتنا هنقرر البروميتافيز اول ايش هنلاحظ انه طلع يعني نيجي هل انت شايف النيوكلياس هون كان عندي النيوكلياس كان عندي النيوكلير انفيلوب انا والله مش شايف النيوكلير انفيلوب كان هون موجود وماشاء الله بطل موجود اذا ما في عندي النيوكلير انفيلوب هاي اول اشي لاحظنا اوكي الشغل الثانية المايكرو توبيولز اللي صارت طالعة من السنتروسوم في اشي مرتبط يعني زي هاي مثلا وفي اشي مش مرتبط زي هاي اوكي اذا المايكرو توبيولز اللي طالعة من السنتروسوم في اشي جاي مرتبط وفي اشي مش مرتبط اوكي كمان لو بنلاحظ انه السنتروسوم نوعا ما صاروا عند البولز كل واحد جاي بقطب واحد مثلا انه بده سميه هاي نورث وهات ساوث اذن كل سنترسوم موجود بقطب معين تمام اوكي اه وهون يعني بس هاي الاشياء نوعا ما بقدر انه هاي الفراغمينت of nuclear envelope ما في عندي nuclear envelope in non-kineta في اشي جاي فري وفي اشي حكينا المرتبط non-kineta core والkineta core macrotubule بناء على ايش بناء على ارتباطهم ببروتين بيكون موجود وين انا هون لو بلاحظ هاي منطقة السنترومير لكل كروماتيد صح هاي المنطقة اللونها تقريبا اسود اوكي حاولت اعلمها بالاحمر بهاي المنطقة بيكون في عندي اشي اش بسميه بيكون في عندي بروتين اضافة يعني موجود بالسنترومير بسميه الkineta core بروتين هذا الkineta core بروتين يعني بيكون موجود على السنترومير شو الهدف منه المايكرو توبيول اللي طالع عام اللي ممتدة من السنتروم بتيجو بترتبط بعض منها بيجو بيرتبط مع هذا الكاينيتا core بروتين زي ما احنا شايفين يعني اطلعوا هون هاي عندي مايكرو توبيول مرتبطة مع الكاينيتا core هاي عندي مايكرو توبيول مرتبطة مع الكاينيتا core وفي جزء يعني منها جزء ثاني بيكون لحاله مش مرتبط free هذا مش مرتبط مع ولا اشي هاي مرتبط مع اشي لا والله انت مرتبطة مع اشي لا والله فعشان هيك لما انا ايجيت هون قبل شوي وحكيت انه بحالة السنتروم انه في عندي حكينا باللونج مايكرو توبيول في اشي بسميه الكاينيتا core وفي اشي بسميه النون كاينيتا core النون كاينيتا core يعني ما بيكونوا مرتبطين بالكاينيتا core بروتين ما بيكونوا مرتبطين بالكاينيتا core بروتين اللي موجود وين موجود وين اللي موجود بمنطقة السنترومير لكل كروماتين ونون كاينيتا core ما بيكونوا مرتبطين اما الكاينيتا core بلا بيكونوا مرتبطين فاني جي هون نشوف شو حاكيلي عن البروميتافيز اول شي بداية بيحكيلي البروميتافيز للنيوكليار انفيلوب بفراجمنت والله انا من اول اصلا ما لقيت اي نيوكليار انفيلوب ما حكينا حكينا ما عنا نيوكليار انفيلوب وخلص بطل في نيوكلياس اصلا يعني النيوكليار انفيلوب هدفه حكينا انه اصلا يعطيني الشيب للنيوكلياس وحافظ علىها فانا بطل عن النيوكليار انفيلوب The microtubules extending from each centrosome can now invade the nuclear area ليش قدروا يعملوا invade يعني خليني أحكي يتخلخلوا أو يتخللوا يعني يحتلوا أو يدخلوا جوا الـ nuclear area لأنه بطل يعني هاي طبعا النقطة اللي قبل بطل في عندي الـ nuclear envelope فهم صاروا يقدروا أنهم يدخلوا عن الـ nuclear area بسهولة The chromosome have become even more condensed وبرضه هون يعني بصر عندي الكروموسومات بصر لها condensation أكثر تمام إذن هاي النقطة مهمة الـ condensation أو degree of condensation للـ chromosome during the brometa phase بيكون أكثر من الـ condensation بالـ prophase إذن الكروموسوم have become more even more condensed الكاينيتاكور حكينا هو عبارة عن إيش شوه الكاينيتاكور هو عبارة عن specialized protein structure has now formed in centromere يعني فعليا هذا الكاينيتاكور ما كان موجود لا تكون during the brometa phase بيصير بتكون وين بمنطقة centromere during the brometa phase of each chromatid thus the two-peric chromosome هاي يعني طبعا النقطة حكيناها برضو إحنا قبل إحنا حكينا كل خلينا أحكي كل واحد chromatid عنده كم centromere عنده واحد centromere وبما إنه centromere أوكي يعني ممكن كتابة وبما إنه الكاينيتاكور برتبط على السنتromere إذن حيكون عندي واحد كاينيتاكور يعني اللي بدي أوصل له لو أنا حكيت عندك double-cated chromosome أوكي double-cated chromosome كم كاينيتاكور حيكون عنده سنتين لأنه كل واحد كروماتين في السنتromere طبعته حيكون عندي واحد كاينيتاكور يعني معنى آخر عدد الكاينيتاكور مساوي لعدد السنتromere بمعنى يعني أبسط بأس فنكمل أوكي some of the microtubules attached to the كاينيتاكور بروتين فشو بسميها حكينا اللي هي long microtubule اللي عاملي attachment عاملي تثبيت مرتبطة بال كاينيتاكور بروتين إيش بسميها بسميها كاينيتاكور microtubules with jerk the chromosome back and forth يعني بحكيلي أنا عندي مجموعة من الماكروتubules اللي بتيجي وبترتبط بمين بالكاينيتاكور بسميها الكاينيتاكور microtubules النون كاينيتاكور microtubules interact with those from opposite pool of the spindle فبتعمل linkedin للسل طيب هل النون كاينيتاكور اللي مش مرتبطين بالكاينيتاكور بروتين هل هم useless يعني ما في منهم أي فائدة والله لا طيب شو لعاد الهدف منهم بحكيلي بتيجي أنا عندي نون كاينيتاكور من القطب هذا يعني بالله بدي أخذ مثلا مثال آهات نون كاينيتاكور جاي من القطب هذا تمام مع نون كاينيتاكور جاي من القطب هذا بيجوا بيتحدوا مع بعض بتفاعلوا بعملوا interaction في بصير بيناتهم inter action بصير بيناتهم تفاعل الهدف من هذا التفاعل اللي هم بعملوا بالمحصلة بعملوا link thinning أو lengthening ل السل يعني بعملوا استطالة للخلية قاعدين بطولوا بالخلية بيسحبوا بالخلية هك ليش حتى كمان شوي يسهلوا لي عملية انقسام الخلية عن طريق الصارتوكين اذا عنا حكينا الكاينيتاكور والنون كاينيتاكور الكاينيتاكور اللي هي هون مايكرو توبيول كانوا مرتبطين على الكاينيتاكور اللي تشكل على السنترومير للكراموزون النون كاينيتاكور هل هم يوزلس حكينا لا والله هم مش يوزلس لعد شو بيستفيد منهم بيجوا النون كاينيتاكور يعني جاي نون كاينيتاكور من هذا البول اللي سمينا النورث بول وجاي كاينيتاكور من الساوث بول اللي هي من الجنوع من القطب الجنودي التعملوا انتراكتين حكينا هون صار بيناتهم انتراكشن اتفاعلوا مع بعضهم البعض نتيجة هذا الانتراكشن صار عندي لينكتنينج أو استطالة للخلية ان شاء الله تكون الامور هيك واضحة ونكمل يعني طبعا هاي الرسمات يعني هاي هون عشان ما يعني نكون نسينا اشي هاي الرسمات شو بتعمل يعني بتوضح لك انه شو اللي بيصير يعني هنا انا والله هاي مبينة ايش عندي هاي اللي هي السنترسوم هاي الخلية لسه موجودة ولكن هون انا ما كنت اشوف الخلية حتى يعني مش كثير فاتح غامق هنا لا يعني قادة بلاحظ انه فيه نتوءات صغيرة شوي هيك بالخلية وهاي حدود النيوكليس اوكي وهاي حدود الخلية كالان قبل النيوكليس اوكي تمام هاي الرسمة اوضح اشي اللي هي بحارة البروميتافيز تطلع هون عندي السنترسوم صح هون عندي الكروموسوم صارت كثير واضحة قادر اشوف الكروموسوم بوضوح كبير اوكي يعني عشان هيك قل لك انه بصير هون الكروموسوم بتصير لسه مور كوندنس بالبروميتافيز عن البروفيز صارت التكثيف وتنظيم ها احسن حتى اني قدرت اشوف هون انا قاعد اشوف الكروموسوم تحت اللايك ماكروسكوب فعليا انا ملاحظ انها في عندي ايش في عندي كروموسوم ايو انا لو نشوف هاد الكروموسوم ايو هاد الكروموسوم اوكي وهكذا تمام كم يعني انتو اذا رح تجيبكم صورة هيلتزموا بهذا ولا الصور صراحة مش هنجيبو هاد اوكي نكمل هون حكينا عن الميتوسيز نيجي على هذا الفيز بسميه الميتافيز الميتافيز لو بتلاحظوا اول شي السنترسوم صاروا كل واحدة على اوبزيت بول فعليا يعني الاصح انه السنترسوم بتبلش تتحرك للاوبزيت بول وين ونرجع على هاي الرسنا من وين عند البروفيز ومتى بتوصل يعني للاوبزيت بول بنهاية البروميتافيز وخلال الميتافيز يعني لو بدي احكي او اكونوا هيكي عارفينها انه انا عندي السنترسوم ما بديدخلكم ديتالز اكثر عندي السنترسوم هي بنهاية متى بتوصل لا سوري اشهاد اوكي طيب اوكي نكمل سوري السنترسوم متى بتوصل لنهاية الابزيت بول السنترسوم بتوصل لنهاية الابزيت بول عند مرحلتين السنترسوم اول شي عندي الاند البرو ميتافيز وعند الميتافيز اوكي سوري على الخط المهم نكمل كمان لو بنلاحظ انه هون في عندي رح يصير اشي بسمي الكاينيتا كوري بروتين حيتشكل هذا يعني انا عندي هاي المنطقة بعرف انها اسمها السنترومير صح؟ موجودة على كل كروماتيد منطقة وسطية بسميها السنترومير رح يصير في عندي بهاي المنطقة بروتين ايش بسمي هذا البروتين بسمي الكاينيتا كوري بروتين اوكي تفكنا عنه من اول اصلا الكاينيتا كوري بروتين الكاينيتا كوري بروتين بتيجي بترتبط مع الماكرو توبيول اللي طالعة من السنترسوم بتعملها ليند عن طريق السنترومير تبعت كل كروموسوم او كل كروموسوم حيصير في عندي ايش حيصير في عندي ترتيب لهاي الكروموسومات على خط وسطي بسمي الميتافيزبليت ولكن بدنا ننتبه انه هذا الميتافيزبليت هو خط وهمي يعني مش خط خط خلينا نيجي نشوف وهون معطيني اشارة قبل ما نيجي نشوف الحكي المكتوب في عندي ايش بسميه السبندل حكينا عنه من اول السبندل عبارة عن ثلاث اشياء قلنا السنترومير مع المايكرو توبيول اللي طالعة منه او بسميها اللي هي السبندل مع الشورت الري اللي هي هتكون ايش الاستر هاي كلها بسميها المايكرو تيك سبندل وقلنا ايش يعني مايكرو تيك سبندل مايكرو تيك سبندل لانه شكلها زي شكل المغزل اللي اخذنا هون لو تتذكروا هون صح تفقنا على هذا اللي هو السبندل المغزل تمام نرجع هون ونشوف شو كاتبين لنا بالنسبة ل متفاز بحكي لي بحالة المتفاز اول اشي السنترسوم اذا بحالة ايش بحالة المتفاز بحالة المتفاز فشو عندي السنترسوم are now at opposite بأي حالة السنترسوم توصل للا Along بأي حالة بنهاية 流 متافاز وب المتفاز تمام؟ إذن توصل للأوبيزيت بول بأي حالة بنهاية الميتافيز والبروميتافيز بنهاية البروميتافيز وبالميتافيز الكروموسوم كل الكروموسومات صارت وين؟ صارت امرتبة وين؟ صارت امرتبة على الميتافيز بلاي كل الكروموسومات صارت ايش؟ صارت امرتبة على الميتافيز بلاي كل الكروموسومات صارت المرتبة على الميتافيز بلات بحكي لي هو عبارة عن طيب شو هو هذا الميتافيز بلات إذن عدت الجملة كثيرة عشان نحفظه اسمه الميتافيز بلات شو هو هذا الميتافيز بلات هو عبارة عن بلان يعني زي خط أوكي that's equidistant equidistant يعني جاي بمنتصف المسافة بمنتصف المسافة between the spindles يعني spindles built two pools يعني هاي أنا عندي البول هاذ وهاي عندي البول هاذ بحكي لي بمنتصف المسافة يعني هاي المسافة خليني أعتبرها شوي شوي اندت بالوضع لأن الوضع سيء هاي عندي المسافة من هون لهون هاي عندي المسافة بتوين حكيانا north south بمنتصف المسافة في عندي plane بسميه الميتافيز بلات يعني بنصف المسافة the chromosome centromere line line ساري مش line الكروموسوم السنترومير للكروموسوم بصير واقع على الميتافيز بلات حكيانا بيترتبوا لكل double-cated chromosome بيجي السنترومير بيرتبط وين على الميتافيز بلات بيترتب كأني قاعدة ايش برتبهم وين برتبهم على الميتافيز بلات قاعدة برتبهم وين على الميتافيز بلات أوكي تمام فر ايش كروموسوم the carneta core of the sister chromatids are attached to the carneta core microtubule coming from opposite ولها اتفقنا عليها من الاول انه انا عندي هون بيجي حكيانا الميكرو يش بسميه carneta core microtubule هو long microtubule بيرتبط هنا non carneta core فعليا بس هذا carneta core microtubule بيرتبط على carneta core protein اللي موجود على نيجي على الفيز اللي هو هيقول اي رقم رقم اربعة اللي هو anaphase الانaphase يعني لو بدنا ننتبه اهم ايش بدنا نشوفه انه يعني بدنا نلاحظ بدلا نفهم شو اللي صار فعليا انه والله double cromosomes انفصلوا او two sister chromatids انفصلوا اذا اول ايش حكينا عملية separation اوكي ايش عملية separation separation of two sister chromatids انفصلوا وبلشوا يتحركوا لوين بلشوا يتحركوا لا opposite ball كل واحد صار يعني هذا صار يسحب لفوق وهذا صار يسحب لتحت خلص ببعده عن بعض تمام كمان شغلة يعني هذا الاشي اللي قادرين فعليا اللاحظة فعشان نقرأ ونشوف وكيف صار separation يعني بالانافيز بهمني افهم كيف عملية separation للسستر chromatid كيف صارت خلين نجي نجوف بحكي الانافيز اول شي بدي بدي تعرفون عنه انه الشورت ستيج of mitosis often lasting only few minutes اقصر مرحلة بالmitosis هي الانافيز بس بياخذ few minutes يعني بتيجي من ثلاث لتسع دقائق بس حيكون منت قليلة تمام الانافيز beings when the cohesion طيب begins سري مش beings بس شوي مش واضح الانافيز بيصير مكا مش حكي انا المهم بالانافيز اني اعمل separation للسستر chromatid طب كيف بيصير هذا ال separation حسا بدي افهم نشوف begins when the cohesion protein are cleaved الcohesion protein لو بتتذكروا نرجع لهون ما اعتقد انها تكون بهاي الرسمة صح ما اعتقد هون يعني خذيني هاي شوي ممكن يعني الاقي عليها تذكروا هذا حكينا عندي كروموسوم طب عند امريكا كروموسوم هاي عبارة عن اش بسمي ال central بس هك تذكر على السريع سريع هذا الcohesion protein صح اللي هي باللون الورانج هذا cohesion protein فنرجع بحكيلي مش هون شو رح تكون اللي بعدها بحكيلي اذا صار عندي تكسير لهذا الcohesion protein بيبلش عندي الانافيس ذي سأله طبعا شو اللي بيكسر الcohesion بروتين كمان شو رح نحكي عن انزيم اسمه السيباريز من اسمه احفظوا السيباريز بعمل سيباريشن بفصل بين عن طريق انه كسر الcohesion فايش اسم الانزيم اسمه السيباريز انزيم طيب دس قال له the two sister chromatides of each pair to part to part suddenly يعني انهم يجوا ينفصلوا عن بعض كل واحد بصر لحاله اوكي each chromatides thus become an independent chromosome كل chromatides بيصير عشكل chromosome مستقل بحد ذاته يعني هاذ بعد الانفصال هل بظل اسميه chromatides لا بصير اسميه chromatides التسمية الصحيحة اله هي ايش هي chromatides تمام the two new daughter chromosome begin moving toward the opposite ends of the cell ببلش يتحركوا على the opposite ends as there the kinetacore microtubule shorten هاي رح ناخدها كمان شوي بواحدة من الميكانزم في عندي ميكانزم لحركة الكراموسومات لكن بالمحصلة بالtwo meكانزم انا قاعد بحرك اللي صاروا اسمهم الكراموسوم بحركهم لل opposite end ومجرد ما حركتهم بصر في عندي shortening هالا الكاريتا core microtubule قاعد بيتكسر جزء منها وبتقصر تمام طيب بحكي لي شو الفكرة لانه لانه هاي الميكرو بتكون مثبتة بالسنترومير فتيجي يعني كأنه بحكي انه السنترومير بتسحب هاي الميكرو باتجاه الاقطاب بمعدل اوكي بمعدل واحد مايكرو متر لكل دقيق يعني هاي بس هيك اكون عارفين هك معلومات اوكي يعني بصرفي عندي elongation استطالة للخلية لانه فعليا لو نقارن بين طول الخلية هاي طول الخلية هاي رح ألاقي انه هاي الخلية is longer ليش longer longer نتيجة حكيان الانتراكشن between النون كينيتا كور مايكرو توبول اوكي بي النهاية الانافيز افصل لانه احنا حكيانا ليش ايدنتيكال ايدنتيكال لانه هو اصلا في عندي السستر كروماتيد هم اللي انفصلوا وليش ايدنتيكال وانه هاي اللي بتميز الميوسز لانه ما صار عندي crossing over اوكي اذا بنهاية الانافيز رح اشوف انه خلاص صار عندهم كل واحد عدد كامل من الكروموسومات وبيكونوا ايدنتيكال to each other اوكي تمام ضل عنا اخر شغلتان اللي هم التيلوفيز والسايتوكين نيجي على التيلوفيز ونحاول نفهم هاي اسمه التيلوفيز طبعا التيلوفيز لو بتلاحظه بتبلش ترجع لنيوكليز يعني النيوكليار انفيلوب برجع بتشكل النيوكليار انفيلوب برجع بصير له بصير له formation again تمام ايش بصير له بصير له formation again هاي شغلة كمان الماكروتوبيول خلص بتختفي الماكروتوبيول خلص بتختفي بطل في عندي اي ماكروتوبيول تمام كمان بصير في عندي يعني في اشي مصاحب للتيلوفيز اللي هو الكليفيت فارو هذا رح اسميه كمان شو رح احكي عندي بسميه الكليفيت فارو اللي هو يعني له علاقة بالسايتوكين فأنا دايما السايتوكين بيكون مصاحب بيا اما للتيلوفيز او للانافيز وبالعادة بيكون للتيلوفيز مش للانافيز اوكي خلينا نيجي نشوف شو حاكيلي عن التيلوفيز نقرح ونفهم شو اللي قاعد بصير بالتيلوفيز بحكيلي التو دوتر نيوكلياي فورم اندسل بيبلش تتكون لنيوكلياس برجع حكينا لنيوكليار انبيلوب بصر عندي ري فورمينج لنيوكليار انبيلوب بس هنا بدل ما اكون نيوكلياس واحدة بكون ثنتين هنا واحدة وهنا واحدة فبالمحاصلة بطلع عندي كم؟ بطلع عندي تيوكلياس نيوكليار انبيلوب ا Copa의 لو بتذكروا هون انما حكيت عن بروميتافيز حكينا بصير في عندي تكسير بعمل ايش بعمل ايش نيوكليار انبيلوب بكسل نيوكليار انبيلوب القطع الناتجة من تكسير برجع باستخدمها يعني زي بعمل برجع باستخدمها حتى أصنع نيوكلير انفيلوب تمام؟ إذن نيوكلير انفيلوب أريز فرام الفراجمين بذي باستخدم النيوكلير انفيلوب و أخرى بروتينات أخرى بدخل بالأصنيحة أيضا بروتينات أخرى موجودة و أنا أتجيبها من الاندوميمبران يعني من الميمبرانس الداخلي من الميمبرانس اللي جوه الخلية يعني في عندي الأورجنلز عليها ميمبران كمان مثلا يعني زي القولجة باراتس غيره أي شي في عليه ميمبران لنيوكليولاي ري أبير خلص بترجع لنيوكليولاس تظهر أجانا أجان و كمان لو بلاحظ يعني أنا ممكن أنسيت أحكيها بساسا هون حنحكيها الكروموسوم بيصيروا ليس كوندنس طلعوا هون الكروموسوم كيف صاروا رجعوا شكلهم زي شكل الماكرونة حرفيا يعني لكن هون الفرق إنه عددهم قليل بس هاي الفرق ولكن شكلهم رجع زي شكل الماكرونة يعني هل هون يستحصن أو يعني منيح إني أشوفوا باللات ميكروسوكوب فعليا لا لأنه صاروا لس كوندنس قليل كوندنسيشن تبعهم فمش ها أقدر أميزهم تحت اللات ميكروسوكوب أني ريمينين قسبين المايكروتوبيول أردي ولمراج وأصلا عندي بالرسم ما عندي ولا أي مايكروتوبيول يعني بحكي لي بنهاية التلفاز أنا فعليا بكون كملت المايكروسوكوب وأعطيت تمام إذن شو حكي لك أعطيت بيكونوا جينتيكالي ايدنتيكال تو إيش أبر أوكي تمام نيجي على آخر مرحلة اللي هي من مراحل المايكروتك حكي أنا هي مايكروسوكوكينز حتى نيجي على آخر مرحلة اللي هي مرحلة السايتوكينز طيب بنسمها سايتو حكي أنا مقطع سايتو يعني سايتو بلازم شوف شو بيحكي لي عن السايتوكينز وهذا حنحكي عنه كمان شوي لقدام الوضوح يعني بلهاية التيلوفاز فعليا هو بيكون مصاحب للتيلوفاز زي ما احنا شايفين بالرسم مش حكينا هذا بسميه فعليا مش تابع للتيلوفاز وإنما تابع لمين تابع للسايتوكينز أوكي نكمل فعشان هيك التو دوترسل خلاص بظهره هون أعطاني يعني ظهرت للنيوكلياي بس لسا الدوترسل ما شوف تكون واحدة من فصله بحكي لي بعد وقت قليل من انتهاء يعني التيلوفاز أو انتهاء الميتوساز ستلاقي السايتوكينز ليش؟ أو ستلاقي التو دوترسل خلاص تشكله لأنه السايتوكينز بيجوا مصاحب للليت تيلوفاز يعني ما في فترة زمنية بينهم غالباً بيكون مصاحب غالباً بيكون مصاحب إليهم نحن نشوف الكليفج فره هون أحكي عنه كمان شوى صراح مش هدخل كتير بديتيلز عنه لأنه بدي أميز بين وبين هذا اللي هو الكليفج فره هاد زي انثناء للداخل بصر زي أخدود جوة الخلية يعني كأني زميت الخلية من خسرها حتى تعطيني تو دوترسل هذا بسميه لك لفج فره ليش حكالك بس بالأنيمالسل لأنه في فرق بين الأنيمالسل والبلانسل وإن شاء الله بس نصل حنحكي له يعني كمان شوي حنحكي عن الطرق لهذا الموضوع وبهيك إن شاء الله بيكون خلصنا إيش المالتو تكفيز يعني خلصنا فعلياً وخلصنا الانترفيز وخلصناها بس هسا فيه ديتيلز معينة بدنا نحكيها مجموعة من التفاصيل بالنسبة لإيش بس قبل ما ندخل بهاي الديتيلز بدنا نيجو بدي أحكي لكم عن سؤال بدي أحكي لكم عن سؤال شو اللي عملته مش عارف إنه وجبت المصدر طيب شلناها يلا نكمل هون بحكي لي عن إيش بحكي لي عن سؤال إيجانا إحنا الإجابة الصحيحة كانت للسؤال الميتافيز بس أنا ما بدي أعرف الإجابة الصحيحة بدي أعرف ليش الأذر فيز غلط فنيجي أول شي بيحكي لي بحالة البروفيز والبروميتافيز هل أنا فعلياً ما قدر أشوف الكروموسوم يعني بقدر أشوف يعني البروفيز ما بقدر لأنه أصلاً بيكون نسا ع شكل كرومتر فهاي ما بقدر مستحيل البروميتافيز بقدر ولكن مش بوضوح ليش؟ لأنه لسا ما بيكون الكوندنسيشن لهم بأعلى ما يكون إذن لسا ما بيكونوا هايلي كوندنس والشغل الثاني في عندي لسا نيو كليير انفيلوب يعني فيه إشي يعني كأني بحكي لك والله أنا عندي مجموعة من الأشياء مغطية منطقياً شو أسهل تشوف الإشي المغطى ولا الإشي المكشوف أوكي؟ يعني مثلاً شو ما كان الإشي؟ لا والله الإشي المكشوف أسهل فعشان هيك بحكيلي بحارة البروميتافيز بكون صعب إني شوي أشوف يعني بتكون بقدر أشوفها ولكن ما بتكون مستلي فيزبل هاي شغلة تمام؟ إذا نفهمنا ليش البروميتافيز والبروميتافيز برفضهم كبداية الشغلة الثانية ليش رفضت الأنافيز وليش رفضت تيلوفيز نبلش الأنافيز لأنه فعلياً الكروموسومز بصير لهم سيبريش يعني بيكونوا شكلهم مش يعني هون أحكي لكم زي هاي إنه هون الآن الفيز طلعوا كيف بيكون شكلهم بيبلشوا يبعدوا عن بعض بيكون شكلهم كثير مخربط كثير مش مرتب أبداً مش مرتب أوكي فما يستحسن أو ما بيكونوا مستلي فيوزبل يعني مش هم أكثر إيش بقدر أشوفهم وبالتيلوفيز ما بقدر أشوفهم لأنه حكيانا بمرحلة التيلوفيز بصرفي عندي لس كوندنسيشن أوف كلموسومز يعني بيكونوا يعني لس كوندنس فصعب إني أقدر أشوفهم ليش الميتا فيز صحيحة الميتا فيز لأنها جمعت لي بين ثلاث شغلات فعلياً الشغلة الأولى الميتا ليش صحيحة جمعت لي بين ثلاث شغلات أول إشي ما عندي نيو كلير انبيلوب يعني حكيانا كأنه الكروموسومات مش مغطية هاي أول شغلة الشغلة الثانية أنه بيكونوا الكروموسومز هايلي كوندنس والشغلة الثالثة أنه بيكونوا الكروموسومز وين موجودين موجودين على الميتا فيز بليت يعني بيكونوا بمصطلحنا اللي حكيانا الفرق بينه وبين اللهم سنة محمد الأنا فيز أنه بيكونوا مرتبين الكروموسومات بيكونوا مرتبين يعني شوفوا بالله هاي الصورة يعني هون هاي الصورة مش هون هون طلعوا هون طلعوا كيف بيكونوا مرتبين أما هدول بيكونوا هكيا مش مرتبين هدول خلص بيكونوا هاي مرتبين أوكي فهذا السؤال بس كنت حابة أن نبه على ويني ومتذكر حتى أنا خربطت في يعني يعني كنت حابة لأنه فكرته جميلة صراحة إنه عشان تكونوا مميزين ولاش رفضت كل واحدة بها طيب أنه في عندي من السلايد يعني إحنا هدول أوكي عندي من أي سلايد عندي من السلايد من هاد السلايد ولحد هاد السلايد اللي بدي أعرف عنه إنه هو عبارة عن هو عبارة عن هو عبارة عن منطقة حكينا بتكون قريبة من النيوكليس موجودة جول خليب مسؤولة عن فسميناها ÖyleUTTION يشأل أن مثل سنتر طيب حكنا ل sending أي شخص أو كل سنترومير كمان قبل هو عبارة عن ه 대박 اتفقنا عليها السنترو مير صار له صار له دعيني نغير اللون عشان يكون اوضح اوكي السنترو مير ايش صار له صار له ريبليكيشن صار له تضاعف فاعطاني تو سنترو مير يعني فور سنترو يول سنترو يول وهي اتفقنا عليها من اول ممكن الكتابة تكون مش صحيحة ولكن يقدروني عليها طيب شو الهدف شو حكينا شو الفونكشن لا السنترو مير شو الفونكشن للسنترو مير حكينا انها تعمل فورميشن تشكل ايش المايكرو توبيول المايكرو توبيولز طيب وشو وظيفة المايكرو توبيولز بالمايتوسز الفونكشن طبع هاي المايكرو توبيولز انها ايش تعمل؟ تعمل مسؤولة او هي ريس بونسبل حكينا او خلينا نحكي انها هي ايش الفونكشن طبعها انها ريس بونسبل فور الكروموسوم موفمنت ديورين المايكرو توسز وحكينا طيب اذا نعيد او خليني نكمل اخر شغلتان اللي هي شو هم انواع المايكرو توبيول هيتفقنا عليها من اول عندي نوعين يا اما لونج يا اما شورت الشورت حكينا بتكون برضو فيها راديل الراي مع الراديل سعني احكي هون مع الراديل الراي وبتعطيني ايش بسميه استر تمام؟ لكن اللونج مايكرو توبيول حكينا ممكن تكون الكاينتاكور والنون كاينتاكور تمام نعيد اذا اجانا 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 حكينا في عنا اشي بالخلية بسميه سنترومير شو هي السنترومير هي عبارة عن منطقة موجودة بالسايتوبلازم مسؤولة عن المايكرو توبيول سنتيسيس اوكي ومكونة من تو سنتريولا حكينا ممكن اعبر عنها بمصطلح ثاني السنترومير هو اسمه المايكرو توبيول أورجانايزنج سنتر صار اللو ريبليكيشن طبعا وين الريبليكيشن اتفقنا للسنترومير بصير دورين الجي تو من الانترفيز أوف انتر فايز صح صح بتحول لتو بصير اندي دبليكيشن او دبليكيشن بصير يباري عن 2 سنترومير يعني اربعة سنتريول طب شو وظيفة السنترومير حكينا اعمل فورميشن للماكرو توبيولز المايكرو توبيولز عندي كم نوع مايش بصنع على الميكروتوبول بنوعيها هي حركة الكروموسوم خلال الميكروتوبول اللي بصنعها هذا السنتروميل وحكينا الميكروتوبول عندي تو تايب أو نوعين لونج وشورت لونج ممكن تكون كينيتاكور لونج كينيتاكور الشورت مع الرادية القرية بسميها أستر اللي كان شكلها زي شكل مستار تمام اوكي ان شاء الله تكون الأمور لحد الآن واضحة يعني أنا هون حاولت أني أنظم الأفكار هسا بنا نرجع نقرأ ايش فيه بالسلايد لأنه السلايد شوي مخربطي اوكي وقبل ما أدخل بالسلايد صحيح فيه كمان مصطلح بدي أحكي عنه اللي هو ايش المصطلح ايش يسميته وحكينا عنه يعني احنا خلال الشرحة احنا نشرح الميكروتوس حكينا عنه المصطلح ايش سميته سميته الميكروتك سبندل حكينا المغزل لما جبنا سورة المغزل أصلا او لما جبنا الصورة هاي تبعت صورة المغزل هاي حكينا هذا سميته الميكروتك سبندل حكينا بيتكون من ثلاث أشياء شو بيتكون منها الميكروتك سبندل بحالة الميكروتك سبندل بحالة الميتوسيز واحد بثنين وثلاثة بيتكون من السنترو مير والميكروتوبيولز اللي طالعين منه طيب شو هم الميكروتوبيولز اللي طالعين منه عندي نوعان من الماركرو توبيول عشان هيك أنا حكيت ثلاث أشياء اللي هي اللونج ماركرو توبيول والشورت إذن فهاي بتكون من الشورت اللي هي الأستر وفي عندي اللونج ماركرو توبيول حكينا اللي هي الكوينيتاكور مع هاي المنطقة أو هاي القطعة اللي هي عايش اللي هي السنترومير نعيدهم كمان مرة حشكل خلاص آخر مرة هاي عندي الشورت أو شو سميتها هي عندي عايش هي عندي الشورت أو سميته الأستر هذا اللونج ممكن يكون كاينتاكور أو نان كاينتاكور وهذا تمام والميتوتك هو المسؤول فعليا عن الكروموسوم موضمت طيب تمام نجي نشوف هنا السلايد شو حاكي بحكي لي هون عند الميتوتك سبيندل بدي أخذ كلوزر لك طبعا هذون السلايدين شرحناهم بتفاصيلهم على الرسمات اللي جبناهم من الكتاب وإذا في حدا عنده أي مشكلة فيهم بس هم نفس الرسمات المهم نبلش الميتوتك سبيندل هو عبارة عن استركتشور made of microtubules that control the chromosome movement during the mitosis إذن هو عبارة عن استركتشور وهون بنهاية على فكرة هاي السلايد قل لك الميتوتك سبيندل أو حكالنا بيتكون من السنترسوم لسبيندل microtubule والأستر اللي هو برضه الشورت مع الكرتبول تمام طيب إذن الميتوتك سبيندل استركتشور بيتكون من microtubules مع السنترومير بيتحكم بالكروموسوم movement during الميتوس تمام نجي الانيمال سبيندل microtubule begins in سنترسوم حكينا مين اللي بيصنع السبيندل microtubules مين اللي بيصنع الماكروتوبules أصلا الستركتشور اللي اسمه السنترسوم هو أصلا سمينا الماكروتوبule organizing center مسؤول هو عبارة عن المركز يعني كأن المصنع المصنع اللي بيصدر الماكروتوبule جوة الخلية اللي هو السنترسوم فسميته الماكروتوبule organizing center السنترسوم replicates during الانترفايز حكينا أي فايز بالضبط هي during الجيتو فايز forming التو سنترسوم that migrate to opposite ends of the cell during البروم وميتافيز هو فعليا بنهاية البروم وخلال البروم ميتافيز هي بتبلش تتحرك بالبروم ولكن بتوصل للأبوز بول بنهاية البروم ميتافيز والميتافيز يعني هاي القصح تمام هو هي قصد بالسلايد المهم يعني هو عشان تكون الأمور واضحة هون خليل نحكي هون مش حكي أنا هي بتبلش تتحرك هاي هاي أنا عندي بتبلش تتحرك للأبوز هاي التحرك وبتنتهي بنهاية البروم ميتافيز وخلال الميتافيز بتكون قريدي هي واصلة للأبوز اتمنى انها تكون واضحة تمام يلا بيبليش 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 الحركة بالبروم وخلال وبنهاية البروم وخلال الميتافيز يعني ننتبه هون بدنا يعني بدي أميز بين الموذم وبين الاريو بدي أميز بين من ناحية بشغلتان بين الحركة وبين يعني كمان ماذا بحكي عذروني على الخط ماش موشكين الحركة بتكون بتبليش بلبروم وميتافيز لكن بشغلتان حكينا حكينا خلال الميتا و at the end of بروم ميتافيز أوكي تمام شاء الله تقول أمور واضحة لحد الآن آستر بشغلتان وإحنا حكينا عنه بس رح نحكي عنه شوية زيادة وبعد اني نجي نشوف السلايد عن شو حكي عن هذا الكانيتا كور أو أحكي لكم تعو نقرأ ما سوى ونفهم يلا عن شو سمينا سمينا đaplicated kromosome صح الدبلي kated kromosome هاي المنطقة اش سمينا ها سمينا ها el centromere وعلى طول حكيانا الارم هاي سميتها ARM وهاي سميتها ARM لو نذكر وعلى طول الارم حكيانا في عندي إش بسميه كوهيدر في عندي إش بسميه كوهيدر طيب وبحكيلي حكينا إنه فيه كمان بمنطقة السنترومير إجاني بروتين جديد هاد البروتين جديد إيش بسميه فيه عندي بروتين اسمه الكاينيتا كور بروتين تمام فهن بحكيلي إيت سستر كروماتيد عنده كاينيتا كور بروتين أكاينيتا كور هو عبارة عن بروتين كومفلكس associated with السنترومير وعبارة عن بروتين بيكون مربوط على السنترومير ل الإيت كروماتيد وحكينا دايما عدد الكاينيتا كور بيساوي عدد عدد number of كاينيتا كور بيساوي number of اللي هي حتكون السنترومير وبيساوي number of الكروماتيد تمام هاي من ننتبه لهذا إجاني سؤال فيه حسابات أو فيه عدد شمعين اوكي كامل during the brometa phase some spindle microtubules اوكي بحكيلي بالbrometa phase مش أنا بصرفي عندي تكوين للmicrotubules عن طريق بسنترومير بعض هاي spindle microtubules بسميها كاينيتا كور الماكرو تب تعمل attachment لمين للكاينيتا كور إذن حكيانا أصلا لو تتذكروا بالمخطط اللي عملناه قبل شوي هون او قبل هون مش عارف صراحة هون حكيانا المايكرو تب يول عندي spindle او ممكن اسميها long هو معبر لي عنها بالspindle مشو الخط حكيانا ممكن تكون kineta كور او non-kineta كور حسب الattachment إذا كانت عامل attachment مع الكانيتا كور بروتين اللي موجود وين اللي موجود عالسنترومير فبسميها ايش كانيتا كور ماكرو تب طيب at metaphase the chromosomes are all lined up at the metaphase plate and imaginary plane midway between spindle to place هون بحكي لي هاذ عبارة عن metaphase plane يعني هو عبارة عن خط وهمي بتيجي على مين بتيجي على الكروموسوم بتعمل lined up يعني بتصطف على وهذا الخط الوهمي جاي بتوين spindles the spindles tubule يعني جاي بين المنطقة هاي between spindles هاي spindle هاي جاي بانات هاي تم هاي جسمة طبعا هون بتوضح للسنترومير الاستر السستر كلوماتيد هاذا المتافيز بليت عندي الكانيتا كور بروتين اللي موجود جوامين اللي موجود على السنترومير وهو عندي الكونيتاكور ميكروتوبول هاي مشاهدينها هاي الكونيتاكور ميكروتوبول الـ overlapping non-connectاكور ميكروتوبول حكينا انه بيجي كل واحدة من opposite pool بعملوا interaction between مع بعض حتى يعطوني elongation حتى يعملولي elongation هون برضو ميكروتوبول كروموسومز و الكونيتاكور طيب حسنا رح احكي عن موضوع جديد الان رح احكي عنه ان شاء الله سيكون سهل و بسيط بس منا نحكي عنه بالبداية برضو هاي والانسى باني صراحة اشرح على الـ slides او على هاي رسمي بالذات بس قبل ما اشرح على الـ slides بدنا ننظم افكارنا في عندي مش حكينا انا خلال الـ anaphase نكبر الخط شوي لانه مش واضح خلال الـ anaphase حكينا شو بصير عندي بصير عندي الـ separation of of الـ sister اكروما تيت اوكي تمام عملية الـ separation of sister اكروما تيت حكينا بتصير عن طريق اني اكسر عن طريق اني اعمل breaking down of او فور خلالي احكي الـ cohesion protein by enzyme that cold شو بسمي الـ enzyme بسمي that enzyme that called el-separase اوكي بعدين انا حكيت لازم اصير في عندي بعد الـ breaking down لازم اصير في عندي ايش يصير عندي movement تمام هاي الـ movement مين اللي مسؤول عن هاي الـ movement اذا عندي movement هاي الـ movement مين اللي مسؤول عنها في عندي فعليا two mechanism of movement واللي مسؤول عنها ايش بسمي motor protein البروتينات الحركية اللي بتذكر واخدناها باي chapter chapter 5 او chapter الاولى بشكل عام ايش مذكر صراح اي chapter بزبط المovement اما عن طريق ايش بسمي backman mechanism او عن طريق mechanism ثاني بسميها reeling ان هي اسمها مش reeling ان ولكن اللي بصير فيها انه التفاف التفاف مين طبعا والbackman مين الموت البروتي هسا رح نحكي عنهم بكل details تمام اذا هون بس ننظمنا افكارنا على السرية نيجي هون على هاي الصورة حتى نفهم backman mechanism والmechanism الثاني هاي backman mechanism طبعا عملوا تجربة العلماء بحكي لك هاي انا عندي cornetocore protein وهاي عندي ايش وهاي عندي chromatid هاي cornetocore هاي cornetocore هاي اللي صار اسمه independent chromosome صار عبارة عن independent chromosome مرتبطين مع المارك عملوا experiment العلماء عملوا ايش عملوا experiment او عملوا تجربة اوكي انهم يعني من محصلة هاي التجربة شافوا انه انا مجرد بيجي عندي دايما في عندي motor protein يكون مسؤول عن تحريك الكروموسوم ولو نتذكر شكل motor protein هون هاي 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 motor protein هي عبارة عن بروتينات حركية بتكون حاملة الفيزيكل فعليا الفيزيكل بهاي الحالة شو هيكون عندي حيكون الكروموسوم يعني الكروموسوم ما بقدر يمشي بده سيارة تنقله على طول المايكرو السيارة اللي بتنقله على طول المايكرو هذا الموتور البروتين الحركي عن طريق حكينا الميكانزم اسمها الووك ميكانزم بغضل النظر بغضل النظر يعني هاي بس تذكير سريع وكانت بتحتاج لاتب كانت بتحتاج لطاقة تمام فهون العلماء وتوصلوا لانه انا عندي الكروموسوم بيتحرك على طول المايكرو عن طريق ايش بسميه موتور بروتين ومجرد ما قاعد بيتحرك بصير في عندي شورتنينج بصير في عندي قصر قاعد تقصر المايكرو توبيول من اي جهة بحالة الباكمان ميكانزم بدنا نميز بحالة الباكمان ميكانزم بصير الشورتنينج من اي جهة بصير الشورتنينج من جهة الكيني تاكور يعني من هاي الجهة مش من جهة البول اوكي اذا عندي موتور بروتين الموتور بروتين بيكون موجود اصلا من جهة الكيني تاكور مسؤول عن تحريك الكروموسوم اوكي مجرد انا مامر الكروموسوم متحرك يعني انا بدي اوصلكم الفكرة شوي يعني بطريقة ابسط مثلا انا كان الكروموسوم هون نقلته مشي لهون اوكي قاعد لا هو ممشي هيك تمام الكروموسوم من اي جهة من جهة الكيني تاكور اوكي هاي هون برضه طلعوا هاي الكروموسوم موفمين قاعد الكروموسوم بيتحرك على طول انا اصلا على صوتي بس لان الوضع شوي في الجو اصلا بمريض خلان بعتذر منكم عشان صوتين هاي انا عندي الموتور بروتين او الكروموسوم قاعد بيتحرك عن طريق الموتور بروتين على الماكروتوبيول وهو بيتحرك بصرفي عندي بنفس الوقت لتوبيولين سابيونت بصرفي عندي تكسير لهذا الموتور طب شوي لتوبيولين طيب تعال انا عيد كمان نستذكر سريعا معلومات اخدناها بشابتر سابق هاي رسمة هاي رسمة جدا مهمة لو بتذكروا اوكي طبعا الاسمة مش طالعة الاسم المهمة مش طالعة ثواني بس صلا اوكي الرسمة مش طالعة اوكي الرسمة كانت بتعبر انه ايش انه كل الرسمة بتعبر انه ايش هاي هاي الرسمة هزا طلعت اخيرا اوكي طبعا ادروني يعني مع ذلك اوكي الرسمة تعطيني هاذ الماكرو توبيول لو بتذكروا الماكرو توبيول كانت عبارة عن two sub unit الالفا والبيتا من اسم يعني المونيمر تبحها اسمه التوبيولين هو عبارة عن بروتين اسمه التوبيولين بيعطيني هاذ الماكرو توبيول اوكي طبعا كان عبارة عن two type عندي الفا وبيتا بغض النظر عن هاي التفاصيل لانه اخذناها بشابتر سابق شابتر سكس حكينا دايما اي ماكرو توبيول الى two end اي ماكرو توبيول الى ايش الى two end عنده الopposite وعنده او الplus حتى كنا نسميها الplus end وعندي الminus end دايما حكينا عملية اضافة يعني عملية اني اضيف على الماكرو توبيول بحيث اعمله لينكتنين اطوله او عملية اني اكسر اشيل من الماكرو توبيول بتكون اكتب بهاي المنطقة اكتر من هاي المنطقة تمام فهون بحكيلي انا هون قاعد بكسر لتوبيولين سابق يونت يعني انا برجع لتوبيولين للمونيمت لالفا وبيتا مجرد ما مشي الكروموسوم قاعد برجع لتوبيولين لالفا وبيتا لالسابق يونت تبعاته اوكي فهي بس كانت تذكير سريع انه طبعا اكيد هاي حتكون البوزيتف اند مننا مش النيجيتف اند لانه حكينا دايما عملية الاضافة او البلس اند مش البوزيتف عملية الاضافة والحذف بتكون اكتب لي اكتر على هاي البلس اند تمام اوكي طيب خلينا نشوف نقرأ وعشان نرجع للميكنزم الثاني بحكيلي حكينا انا بفصل التو سيستر كروماتيدز او بشيلي الكوهيجين اللي بربط بناتهم عن طريق اسمه السيباريز السيستر كروماتيدز سيباريت السيستر كروماتيدز سيباريت اند موف الونج الكانيتا كور تمام بتيجي بتنفصل وبتتحرك عن طريق الكانيتا كور مايكرو توبولز تور الابيزت اند لو بنتذكر هون يعني نرجع شوي بهاي السلايدات هيا قاعدة عن طريق الكانيتا كور مايكرو توبول بتتحرك على الابيزت اند هاي بتطلع للنورث وهاي بتطلع على الساوث او بتروح على الساوث بروحوا على الابيزت اند على الأطواب المختلفة تمام نكمل اوكي المايكرو توبولز شورتن باي دي بوليمرايزن بعمل دي بوليمرايزيشن يعني بشيل منهن بوليمر اوكي أدير الكانيتا كور بالكانيتا كور هنا اذا انا كنت بحكي عن الباك من ميكانيزم لانه في فرق الميكانيزم الثاني اذا ومن الكانيتا كور يعني من اي جهة من هاي الجهة من الجهة هاي بصير في عندي deep polymerizing بصير في عندي HD polymerizing للميكروتوكول طيب result of a clever experiment سدست هاي اللي هي ال эксперимент البروتين الموتر بروتين في عندي موتر بروتين موجودة على الكانيتوكول بروتينات حركية هاي الموتر بروتين الكروموسومز الميكروتوكول مسؤولة عن يعني حركة الكروموسومز الكانيتوكول مش انا بتتحرك الكروموسوم بتروح للأفزة انت مين المسؤول عن حركتها الموتر بروتين اللي موجودة على الكانيتوكول the deep polymerization of microtubules at the karnيتوكول end occurs after the motor protein half-bast زي ما حكينا هون بالرسمة اللي حكيناها حكينا هاد المي أو حتى هاي مجرد ما انا الكروموسوم مشي باجي بكسر مشي صار الكروموسوم هون هذا لازم اكسره صار الكروموسوم هون هذا كله بكون انا مكسرينه اوكي called backman mechanism هاي الميكانزم اول ميكانزم من حركة الكروموسوم during anaphase بسميها الباكمان وشرحنا هاي الرسمة طيب الاثر ميكانزم اللي هي ايش يعني ما الها اسم بس شو اقترحوا العلماء او شو عملوا سجزشهم حطوا اقتراح هذا الاقتراح بحكي لك انه الكروموسوم are relieved in relieved in يعني ملفوفة الكروموسومات بتكون ملفوفة بالmotor protein يعني كأني انا جبت هذا motor protein هذا عندي الكروموسوم صح؟ بيجي هاذ الموتر بروتين خلينا غير اللون عندي motor protein لونه مثلا هاذ اخضر اوه طبعا اذا هيك اخضر اوكي الموتر بروتين بيجي بلتف بيغلف هاذ الكروموسوم وبيحكي له يلا اوكي بلفه وبيحكي له يلا تمام as the spindle pool طبعا ننتبه انه هون انا فيه فرق هون لدي ارجع للمخطط البسيط اللي عملته بالبداية ليش؟ لانه فيه فروقات معينة لازم ندركها between two mechanism احنا حكينا الموفمنت اه سريع عن طريق two mechanism قلنا الباكمان وعن طريق هاي الري لد ان تمام الباكمان حكينا بدنا نميز بين موقع الكانيتاكور او سريع موقع الموتر بروتين والديبولر ميرارزين كوين بصير بدنا نميز بين موقع الموتر او خلينا نرسمها شكل جدول او خلينا هيك ما بدي اطول عليكم عن الموتر بروتين وبالنسبة لأي شي ثاني بالنسبة لأيش بالنسبة الديبوليمرائزين ديبولي ميرايزين وين بصير طيب الموتر بروتين وين بتكون موجودة بحالة الباكمان الموتر بروتين حكينا بتكون من جهة الكانيتاكور والديبوليمرائزين برضه من جهة الكانيتاكور اتفقنا عليها الري الري لد ان هاي اللي هي لما يلف الموتر بروتين الموتر بروتين الموتر بروتين بيكون من أي جهة هاي بدنا نميز الموتر بروتين بيكون من جهة يعني لو نرجع على رسمتنا هون فالموتر بروتين بيكون من هاي الجهة اوكي ننتبه من جهة والشغل الثانية قال لك عن طريق يعني برضو بصير فيه مجرد انا ما اضمنت انه الكروموسوم يتحرك ولكن برضو من جهة مين من جهة البول فهاي الفرق بيناتهم ونكون مدركين هاي الفروقات طيب بحكي للعلماء انه يعني دورين الموترسس فعليا حركة الكروموسوم بصير التوميكانيزم يعني هدون الميكانيزمين اللي حطوهم اخر اشي حكالي عن النوع الثاني من الماكروتوبول او من اللونج ماكروتوبول اللي هي النون كاين متاكور ماركوتوبول النون كاين متاكور بتيجي حكيانا من الابيزت بول بتعمل اوفرلاب وبيعملوا انتراكشن مع بعضهم البعض حتى يعملوا بوش اجينست ايش اذر يعني كل واحد يدفع الثاني هكي انهم بيدفشوا ببعض ليش حتى يعملوا الانجبيتنج للخلية وسهلوا عمليتي يعني زي من ما حكينا هون هون مش هتكون هون هتكون هون تذكروا لما احنا حكينا هون انه بيجي هون هاد النون كاين متاكور صح؟ هذا نون وهذا نون بيجوا بعملوا انتراكشن بعملوا بوشن بيدفعوا بعضهم البعض against each other حتى يعملوا ايش الانجبيتنج هاد بيصحب لهون وهاد بيصحب لهون at the end of anaphase eligوب ∧ الصوت يبدأ في الأنفذ أو التيلوفيز فعلياً هي تكون إما أنفذ أو تيلوفيز ولكن بالغالب تكون بالليت تيلوفيز والسبندل حيث يتحدث حكنا أنه مجرد أنه موصلت لها المرحلة الميكروتوب والسبندل كلها تختفي نتطلع هنا طلع مجرد أنه موصلت للتيلوفيز لا يوجد أي ميكروتوب والسبندل هزا رح نحكي عن السايتوكينز وظل عنا آخر كم سلايد بهذا الكنزب طيب لما أحكي عن السايتوكينز برضو بنا نعمل هيك ميند ماب عسري يعني مش ميند ماب شوي تخربوشات عسري عشان نرتب الأفكار بطريقة أسهل إلا طيب عنا هون السايتوكينز تفرج إذا كنت بحكي عن بلانت أو كنت أحكي عن أنيمل سل إذا نفتفرج إذا كنت أحكي عن بلانت سل أو عن أنيمل سل بحالة الأنيمال سل في عندي إشي بسميه الكليفج فارو أوكي وبحالة البلانت سل في إشي بسميه البلانت بلايت وهذا رح نحكي عنهم بديع بتفاصيلهم هاي أنا عندي السايتوكينز بحكي لي الأنيمال سل السايتوكينز إذا ميز لي بين أنيمل سل بتصير بعملية عملية شو اسم العملية بحالة الأنيمال سل اللي هي الكليفج الفيرست ساين يعني أول ظهور لهذا الكليفج في إشي إش بسميه الكليفج فارو اللي هو زي الأخدود فعليا اللي هو هون نيجي على اسمي نشح الجزء حسنا هذا عندي أنا إش هذا عندي الكليفج فارو هاي عندي إش هاي عندي الكليفج فارو هو الفيرست ساين هو الفيرست ساين أو إك ليفج إن أنيمال سل تمام طيب أشالو جروف هو عبارة عن زي أخدود إن ذا السل سيربس نير ذا أورد متافيز بلاد تتذكروا هاذ المتافيز بلاد اللي كان هون 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 هاي بحكي لي بالقرب من المتافيز بلاد بصير يتكون عندي يعني بهاي المنطقة أوكي بصير يتكون عندي مين بهاي المنطقة بصير يتكون عندي مين الشلو جروف اللي هو مين الكليفج فارو أوكي تمام بصير السل بلاد السل بلاد السل بلاد حكينا الفارق إن هون عندي كليفج فارو هنا عندي السل بلاد أو بلاد هو سل بلاد أوكي ولكليفج فارو هو وفي كليفج وين بتكون بتكون بالقرب من المتافيز وبيكون على السيرفس للخلية أوكي وهي الصورة بتوضحهم فعليا نطلع هون بصير عبارة عن كنتركتاي الbring زي حلقة من الماكرو فيلمنت هي فعليا هذي كليفج فارو هو عبارة عن الماكرو فيلمنت مع الاكتين فيلمنت أوكي وعبارة عن مش حابة أدخل بجيتال عشان نلتزم بالسلايد هو عبارة عن رينج أوف ماكرو فيلمنت أوكي وبالمحاصلة بيعطوني تودو ترسل تمام بالنسبة للسل بلاد لأنها هون مش شوحة بالرسم معناها مطالبة منكم شو الفكرة إنو أنا بتصير بتيجي عندي physicals physicals من وين جاية جاية من golgi apparatus بتروح يعني على المنطقة اللي جاية بالنص يعني هاي أنا خلي نباتية أصلا شكلها regular منظمة فعالمنطقة اللي بالنص بتيجي عندي physicals بتشكل السل بلاد بتبلش بتشكيله بتعبي هاي تكون جاية من golgi apparatus محملة بتيجي بتفرغ حمورتها هون بيظل تعيد وتزيد تعيد وتزيد لحد ما تعطيني ايش سل بلاد وبيظل السل بلاد يمتد لحد ما يرتبط بوين يرتبط يعني يرتبط بالساق يعني بال glasman brain اللي قديم ويعطيني نيوس الوال مجرد ما أعطاني نيوس الوال فعاليا خلاص أعطاني تمام هاي اللي بتصير بس بنا نعرف إنه هي عبارة عن physical واسمه سل بلاد مش يعني الخلية نفسها بتعمله من جو الجي أباريتس هاي عبارة عن cleavage وشكله زي شكل الأخدود تمام أوكي وهنا برضو بحكيلي هون جايب لي خلايا لباتي بلانتسل شوف هون بحكيلي لبروفيز ليش لأنه عندي هاي النيوكليولاس وهاي الرسمات اهتموا فيها لأنه بتذكر إجاء سؤال عليها أوكي فاهتموا فيها هاي عندي النيوكليولاس يعني وهاي النيوكلياس صراحة يعني مش كثير هي واضحة معكم حق ولكن هون الكروموسوم صار لهم كندنسين صارين زي النقاط هون البروميتافيز ليش لأنه الكروموسوم صاروا أكثر كندنس صاروا شوي نوعا ما منظمين أوكي صاروا هاي كندنس وكيف عرفت إنها خليه نباتية لأنها ريجولر شكلها منظم أوكي طيب الميتافيز هذا واضح يعني أعتقد إنه هذا الإيجانة بتذكر يعني حسب إذا ذكرتي ما خانتني هذا الإيجانة إيجانة سؤال مت يعني مش سؤال كل ذات كمان الميتافيز إنه طلعوا كلهم يعني لو حطين إنتوا لو إنتوا هيك خطر عبالكم تحطوا بتلاحظوا إنه واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت فأنا حتكون الميتافيز الأنافيز لا بلشوا إنه كيف شكلهم زي العنكبوت فعليا هذا زكي إنه بحكي لك جرين عن كبوت نوعا ما فبلشوا ينفصلوا عن بعض أوكي التيلو فيز إنه هون تكون كانت هاي بالأول لو نرجع لأصلها كانت خليه واحدة بلش صار فيه إشي بالنص خط بالنص هذا عبارة عن سلوان جديد إذن هون أنا قاعدة بحكي عن تيلو فيز تمام أطاني حتى يعطيني لإيش حتى يعطيني للمسطنو محمد اللي هي سلوان طيب آخر إشي نحن نحكي عن كيف بصير عندي تكاثر وين بالبكتيريا أو فعليا هي البروكاريوت بحكيلي إن اسم الريبروكشن أو العملية ما عندهم إشي بسميه معتوسس عندهم عملية بسميها البيانري كأنه كان اسمه الإنقسام المنصف أو مش حالش صراح العربي ما بعرف شو اسمه يعني أخذنا بس أنا ناس أتمنى أني نكون اسمه هاي أوكي بحكيلي البروكاريوت زي البكتيريا والأركة يعني البكتيريا بنعرفها الأركة اللي هي سموها الأثريات اسمها من أينشنت أصلا هي خلينا نحكي يعني متطورة أكثر من البكتيريا ولكنها تعتبر بروكاريوت أوكي تاخدوها إن شاء الله بمادة الماكرو ما علينا ريبروديوس باي اتايب اسمه اسمه آخر نقطة إذن يعرفنا شو هي البينار عشرح على الرسم البينار هي عبارة عن البينار يجي نشرح الرسم هاي انا عندي خليط بكتيريا هاي عندي سلوال وفيها بلازمة ميبرين وهذا عبارة عن البكتيريا الـ DNA وبكتيريا الكروموسوم اللي هو الجينوم تتذكروا لانه حكيانا الجينوم يكون عبارة عن سنقي الكروموسوم بالبكتيريا طيب فيه من ضمن هذا البكتيريا الكروموسوم منطقة معينة على الكروموسوم بسميها origin of replication منطقة اللي حصير لها DNA replication يعني حتى البكتيريا بصير عندي إياس سواء بكتيريا الكاريت لازم يكون عندي DNA replication طيب فنتيجة origin of replication صار عندي replication للـ DNA هي يبلش replication من منطقة origin of replication فاعطاني two copies two copies من ضمنهم يعني صار نسخ للـ DNA عن طريق هاي الـ origin فصار عندي two فعليا كروموسوم اوكي بتو origin of replication او two copies of origin of replication فطلع one copy of origin is now at each end يعني هون انا عندي كيف ميزت انه هون كروموسوم وهذا كروموسوم او انه صار عندي two كروموسوم لانه هون عندي origin of replication وهون عندي origin of replication ثانية فصار عندي كل واحدة وكل كروموسوم صار على opposite end يعني هون جاي مثلا خليني احكي right left اوكي فجايين كل واحد منهم جاي على opposite goal اذا اول اشي كان عندي كروموسوم عنده one origin of replication صار له replication الضعف اعطاني two كروموسوم with two origin of replication بعدين هذول two copies of origin كل واحد فيهم راح على opposite end بطلوا يحبوا بعض واحد صار بال left واحد صار بال right بعدين بصير في عندي بنش يعني بصير انثناء للداخل اوكي بهاي الخلية البكتيرية الخلية البكتيرية طبعا خلصة replication واخر اشي بعطيني two daughter cell بالمحاصلة هيعطيني two daughter cell وحكينا هون انه اذا كان انا بحكي عن cell division بالsingle cell فحيعطيني new organism يعني هون اعطاني new organism بكتيرية جديدة قادرة على انها تضعف ويعني تقوم بكل وظائفها الحيوية فنرجع للنقطة الثانية بحكيلي الكروموسوم replicate بيبلش replication دايما الكروموسوم بمنطقة بسميها origin of replication انا افكري سواء كنت بحكي عن كروموسوم او سواء كنت بحكي عن بروكاروت او ايوكاروت بس خلينا عن بكتيرية لانه هذا الاشي هني هتاخدوه قدام ان شاء الله انا بصر في عندي replication للكروموسوم من منطقة بسميها origin of replication and the two daughter cell الكروموسوم actively move apart يعني بصار عندك كروموسومين كل واحد بصر بتحرك لجهة ببعده عن بعضهم بصرهم separation خلص كل واحد بروح على opposite form البلازما مبراين pinch inward بصر له انثينا للداخل هيك بصر يمن pinch inward اوكي بعطيني دايب دينج للسل into two بقسم الخلية two daughter cell وبالمحاصلة بيعطيني two organism هيك ان شاء الله بنكون خلصنا concept 2.2 بيظل علينا اخر concept لا تتكلم يا فى نعم 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 نعم